أهلا بكم في العاصمة السعودية الرياض ناقش رئيس الوزراء في حكومة المناصفة دكتور معين عبد الملك مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والمواقف الداعمة للحكومة وجهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب وتطرق الاجتماع إلى استمرار التصعيد العسكري لمليشي الحوثي خاصة في مالب والاستهداف المتكرر للعيان المدنية السعودية ورفض كل الدعوات الأممية والدولية للحل السياسي وأطلع رئيس الوزراء السفراء على رؤية الحكومة للتعامل مع الأوطاع بمختلف جوانبها وتطلعات المعقودة على الدعم الدولي لإسناد هذه الجهود وخاصة تنفيذ الإصلاحات ودعم الاقتصاد بشكل عاجل وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستظل حريصة على إنجاح جهود المبعوث الأممي وحرصها على الحل السياسي لافتا إلى أن تصعيد المستمر ميشي الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها مؤشر على أنها ومن ورائها النظام الإيراني غير جادة في السلام بدورهم جدد سفراء الدول الخمس دعمهم الكامل لجهود رئيس الوزراء لتوفير الخدمات الأساسية للشعب وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية داعين جميع الأطراف إلى العمل معاً تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع خطة شاملة للتحقيق سلام دائم كما دعوا جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد من أجل تسهيل المحادثات الهدفة إلى التوصل إلى تسوية سياسية ترجمة نانسي قنقر